يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية فقد شهد معبر رفح اليوم دخول أكثر من 220 شاحنة من بينها 7 شاحنات وقود كما استقبل المعبر اليوم 25 مصابا فلسطينيا يتم تباعا نقلهم للمستشفيات المخصصة لتلقيهم الرعاية الصحية بها فضلا عن عودة مجموعة من حملت الجنسيات الأجنبية القادمين من غزة وفي طريقهم لبلدانهم من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه تم تحويل 707 من الجرحة و438 مريضا للعلاك في الخارج عبر معبر رفح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة